تنظم وزارة الداخلية الملتقى الخامس لشباب وطلاء المناطق الحضرية الجديدة بمدينة السويس لمشاهدة معالم المحافظة والمشاريع القومية بها يأتي ذلك في أطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف مبادرة جيل جديد إلى بناء أجيال من قاطين المناطق الحضرية الجديدة على حب الوطن والفخر بالإنجازات التي يزخر بها وثراء معالمه وتاريخه التي تحرص وزارة الداخلية على أن يتعرف عليها ويتباه بها بل ويسهم مستقبلا في مسيرة البناء والتنبية الملتقى الخامس لشباب وطلاء المناطق الحضرية الجديدة استضافته السويس أرض الصمود والبطولات على مر التاريخ إحدى بوابات مصر الشرقية التي تفوح من رمالها دماء الشهداء وتتميز بتعدد الموانئ ووجود الصناعات البترولية وذلك في إطار مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية بعدما حققت المبادرة من نجاحات في مراحلها السابقة في تعريفهم بمعالم وإنجازات الوطن والتي تأتي استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في الاهتمام بهم والارتقاء بثقافتهم وتعمق الانتماء الوطني لديهم تم اصطحاب الشباب في جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة وفي مقدمتها النصب التذكاري الذي يخلي الذكرى الشهداء انطلقوا بعدها إلى ممشى أهل السويس بطبيعة الساحرة كأحد المقاصد الترفيهية لأهالي المدينة والتي أنشأتها الدولة حديثا في إطار تطويرها واستمتع الشباب بزيارة كورنيش قناة السويس والتي تخلى لها مشاهداتهم لإحدى النقاط التي عبر منها الجيش المصري وقام بتدمير خط برليف في انتصار أكتوبر العظيم منطية اللسان كانت إحدى نقاط العبور القوية اللي قواتنا المسلحة عبرت في خلال ساعات أربع خمس ساعات وعدت النحية التانية تحية كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة اللي هي بتحفظ مصر في كل وقت كما قاموا بزيارة المتحف الأثري بالسويس كأحد إنجازات على مر الأجيال التي سطرها المصريون بسواعدهم قديما وحديثا طبعاً إحنا بنشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة أهدافها قدرت أنها توصل لمحافظات بصر وبنشكر جهود وزارة الداخلية في أن هم بيقدروا أن هم يعملوا تواصل ما بين الأولاد دول والأماكن الثقافية أنا شفت أثار بلدنا وحاجات أنا ما كنتش عارفها وطوروا من تفكيري وأنا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمني جد مبسوطة جداً لأن أعرفت معلومات كثيرة جداً عن المصر القديم وقارتها بنفسي وكمان شرحونا واستفدنا معلومات كثيرة جداً تضمنت فعاليات الملتقى في شقه الثقافي توزيع قصة بعنوان أنت البطل والتي تؤكد على أن البطولة الحقيقية في نفع الإنسان لنفسه وأصدقائه وبلده وأسرته ونشر الطاقة الإيجابية والسعي لتحقيق الحلم وهذه القصة كانت محور نقاش وتفاعل في إحدى المحاضرات أي حلم كان بدايته فكرة وأنت كنته الفكرة فكرة البلد تكبر عشان كده خدناكه في كل الملتقيات والنهارده بنكمل ده وبنفرقه على المشاريع القومية المشروعات القومية اللي بتقابلنا المشروعات دي بتاعته كنت اللي هيحافظ عليها كثة دي أعلمتني اللي لازم أن يبقى عندي هدف ولو ما عنديش هدف أحلم وأفعى واكتهد لغاية لما أوصل لحلمي كثة دي كمان أعلمتني أني مع مكانة المشاكل أو الصعوبات اللي هتواجهني في تحقيق الهدف لازم تجنبها وتخطى وتخطى عشان أوصل لهدفي وهي دي البطولة الحقيقة حرصت وزالة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب إلى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة حيث تم تعرفهم بالإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الجاذب لهذه الاستثمارات يا حمو يبنوا اليوم الثين وليك يا مصر ردود دي اسم إبراهيم حسن إبراهيم من حقيقة أهلنا واحد وعايز أعرف إن تشمعنا اخترتوا المنطقة دي بالذات عشان تبنوا فيها هذه المصانع قناة السويس دي قلنا بيعدي منها كل سنة قد إيه 26 ألف سفينة هل نسيبهم يعدي وخلاص ولا نعمل مصانع في المنطقة اللي حوالين قناة السويس وننميها بدل ما هي صحرة ونعمل استثمارات ونشغل الناس ونجيب دخل أجنبي من برة ويبعثي عندنا صادرات أكتر من الواردات الكلام ده متوفر عندنا في المنطقة الاقتصادية إن إحنا منطقة بتاعتنا 455 كم مربع عندنا من أول ميناء السكنة لحد برسعين كل قناة السويس في حضن الهيئة الاقتصادية اللي شفناه النهاردة عرفنا قد إيه إن كان مهم إن يكون عندنا قناة السويس الجديدة تضمنت فعاليات الملتقة جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية تيدا مصر وهي نموذج للتعاون المشترك بين البلدين في جذب مزيد من الاساسموات الأجنبية وتوطين الصناعات أشكر كثير للوزارة الداخلية يعطينا الفرصة لتعريف المنطقة التيدا لشباب مصرية يعني المنطقة التيدا التعاون هو نموذج التعاون بين هومنتين حكومة السينية ومصر ولأن المنطقة لديها إمكانات تصناعية واقتصادية وعدة وبها العديد من الصناعات فقد قام الشباب بجولة داخل مصنع جوشي مصر للألياف الزجاجية والتي تجسد آليات توطين الصناع ونقل التكنولوجيا التي تحرص عليها مصر نشكر وزارة الداخلية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريف تنظيم هذه الزيارة لنا وده بيتيح الفرصة للأفراد مهما كان أعمارهم مختلفة أنهم يعرفوا مدى التطور التكنولوجي والصناعي التي وصلت لها الدولة حاليا شوفنا شركات كبيرة وشوفنا شركات مصانع تفيد مصر وتفيد اقتصاد بعد مصر وبجد احنا فخورين جدا اللي احنا يعني لينا وفيه شرب كبير اللي احنا في مصر في حاجات هكذا وجولة أخرى بمصنع مايديا إيجيبت وهي مشروعات قومية لتعريف هذه الأجيال بما تتمتع به مصر من إمكانات تصنعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني لما تشوف أبطل حال فيه يا حمو يبنوا يوم كتير وليك يا مصر يردو الدين فخور جداً إن إحنا بدأنا نسد الفجوة ما بين أسئلة الشباب اليومين دول والأطفال البلد بتعمل إيه وما بين إن إحنا نجيبهم على أرض الواقع يشوفوا زي ما عبرنا عشان نحفز على الأرض عبرنا كمان عبور اقتصادي عشان بلدنا دي هتبقى في حتة تانية وشملت الجولة منطقة مبنى موانئ دبي العالمية داخل ميناء العين السخنة حيث قاموا بجولة داخل الميناء للتعرف على طبيعة عمله وأهميات الاقتصادية والذي يمثل انعكاساً للمناخ الجاذب للإستثمار الذي تنعم به مصر اللي بيحصل النهاردة في مصر شيء يعني جديد من نوعه إحنا ما بقناش بس بنبني حجر ولا صخر ولا مباني إحنا بنبني بنا أدمين وبنبدأ من الطفل التربية الصحة والتعليم الصحة هو اللي بيطلع أسس صحيحة ودولة صحيحة نشكر مبادرة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة والراعة لتكوين الشباب مبادرة جيل جديد والحمد لله إحنا في مواند بي حبينا الفكرة هاي والدعم من رئيس المجموعة الأخ سلطان بن سليم إن نطور الشباب وكيف نقدر نتعاون مع المبادرة هاي ونطور الشباب يكونون إن شاء الله جيل قوي وحاضر يبني مستقبل مصر في المستقبل القديم كما تم تنظيم حاضرة لهم لشرح أبعاد عمل الميناء ودوره المهم في تدول حركة الحاويات والبضائع وخلال فيديو موجه من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية أسنع على المبادرة التي تعد استثمارا في شباب مصر كما عبر عن فخر المجموعة بالتعاون مع مصر ودعمها لتكون مركزا للتصنيع بالمنطقة أتقدم الجزيز الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه ورعاية الكريمة لمبادرة كلنا واحد وإلى وزارة الداخلية على هذه الدعوة الطيبة ويصعدني أعلن اليوم أننا سنقدم منحا دراسية جامعية لأفضل عشر طلاب من أبناء المبادرات الجديدة جيل جديد ومن خلال هذه المنحة الدراسية ستغوم مجموعة موانئ دبي العالمية برعاية هؤلاء الطلاب في الجامعة وتسوين بالفرص التدريبية وعلى تخرجهم باسمي وباسم زملائي في مبادرة جيل جديد أتوجه بالشكر لحضراتكم على هفاوة الاستجبال اليوم للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية بالرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإن شاء الله نكون كلنا واحد في جيل جديد وتم توزيع هداية تذكارية من المجموعة على الشباب أنا كل مرة ببقى حارسي أن أشارك في المبادرة لأن بشوف فيها مصانع ضخمة وطرق وكباري المرة دي في السويس أنا شفت مصانع وشفت موانئ وشفت شركات بتقولي أن مصر يبقى لها مستقبل كبير وإحنا يبقى لنا دور في المستقبل ده وإن شاء الله نحافظ عليه على همش الملطقة تم تنظيم محاضرات تثقفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التي قاموا بزيارتها وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذه الإنجازات إيه أهمية المشروعات القومية التي نشوفها في مصر؟ الدولة المصرية بتكتب بحروف من دهب قصة نجاح المشروعات القومية التي ستنقل الدولة من مكان لمكان إن شاء الله أكبر وأكبر وتبقى مصر أم الدنيا وأد الدنيا بيشوفوا إنجاز بلادهم في التاريخ وبيشوفوا إنجاز بلادهم في الحقيقة العصر اللي هم عايشين فيه لأن هم حيشيلوا مسؤولية حماية الإنجازات دي في ختام الملتقى تم تنظيم حفلة طرفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضرية الجديدة عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي ولدك وناسك تهب يا بلدنا راملك وطينك تهب يا بلدنا عينبك وبلحك تهب يا بلدنا قمارك في شمسك تهب يا بلدنا عينبك وبلحك تهب يا بلدنا اشتركوا في القناة